سلام عليكم بعد صلاة وسلام على رسول الله مرحبا بكم على قناة وصفات أم الغالية نتمنى تكونوا بخير وأحوالكم كلها طيبة وصفتنا لليوم من الوصفات المطلوبة بكثرة عندي في القناة ومن أرواح الوصفات اللي نقدمها دائما بريوش اقتصادي جدا وصفة ناجحة من أول تجربة وصدقوني هذا الوصفة من أرواح ما يكون يجي خفيف أرطب جدا جدا والنتيجة حقا مبهرة على بركة الله نبدأ مباشرة في الوصفة نتعنا إذن نحتاجوا كاس ونصف كاس ماء دافي وهذا الوصفة ممكن تديرها بالماء ولا بالحليب وبالنسبة لقياس الكاس المستعمل تقدروا تديروا قياس 220 ميلي لتر وتقدروا تديروا حتى قياس 240 ميلي لتر إذن نزيدوا ملاعقة كبيرة خميرة الخبز نزيدوا خمس ملاعق كبيرة سكر عادي نخلطوهم مليح حتى يذب السكر مع الخميرة ونزيدوا حبا بيض ونزيدوا بيض بيضة واحدة وهنا كما راكم تشوفوا عندنا السافر نحتفظوا به باش ندهنوا به بريوش نتعنا حتى لم بعد إن شاء الله نزيدوا نصف ملاعقة كبيرة لفاني ممكن تديروا مازهار ولا مبشور الليمون يني على حسب الزوق نزيدوا ملاعقة كبيرة تعزيت ونكمل نخلط المكونات كلهم مع بعضهم بهذا الطريقة إذن من بعد ما خلطت المكونات كلهم مع بعضهم في الآخر نزيدوا الفارينة درت تقريبا خمسة كيسان تاع الفارينة كما نقولكم دائما نزيدوها غير بشوية حتى تجمعوا العجينة تاعكم وتتحصلوا لعجينة طارية نزيدوا نصف ملاعقة كبيرة تاع الملح يبقى دائما على حسب الزوق ونزيدوا ملاعقة صغيرة خميرة الحلويات نعتبروها كمحسن للعجين وهنا كيما راكم تشوفوا من بعد ما تحصلنا على عجينة طارية تتلاسق في اليدين نزيدوا لها ملاعقة كبيرة لمرقارين طارية بدرجة حرارة المطبخ هل هندخلوا ملاعقة لمرقارين في العجينة تاعنا بهذا الطريقة كيما راكم تشوفوا العجينة عندما ندرو فيها بيض بيضة نزيدوا لها لمرقارين في الآخر تجي ما شاء الله تجي روعة روعة تجي بزاف خفيفة ورطبة جدا جدا هنه عندنا نرغل نسيبيون تاعنا بشوية تاع الزيت كيما راكم تشوفوا تحصلنا على عجينة طارية لازم تدروها طارية باش تحصلوا على نفس النتيجة هنه نغطيها نحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويتضع في الحجم تاحا كيما راكم تشوفوا من بعد ما خمرت ما شاء الله هنه ملاحظة مهمة جدا عجينة تاكم مباشرة ترفضوها تحطوها على طاولة العمل كيما راكم تشوفوا العجينة تاعنا طارية جدا تتلاسق في اليدين نعاون نروحي بالفارينا نرشو البلونتو تخافاي بشوية تاع الفارينا ونحطو العجينة تاعنا بهذا الطريقة ونبدأ نحلها بالحلال بسمك رقيق وبشكل مستطيل وهنا عندنا ملاقة كبيرة لمارغارين طارية بدرجة حرارة المطبخ نزيدوها عشوائيا بهذا الطريقة هذه العجينة البنات كيما قلت لكم من أرواع ما يكون صدقوني بزاف بزاف هايلة بالنسبة لي هذه الوصفة المعتمدة عندي دائما عندما يكونوا عندي ضياف سوختوك يعني كيما يكونوش معاونين عليهم هذه تسلكني بزاف يعني تجيني سهلة جدا في التحضير كيما شفتم وكوينتها جدا باسطة نديروها غير بالماء والنتيجة من أرواع ما يكون والأجمل في هذا الوصفة أنه هذه العجينة ما تخلش وقت في الاختمار يعني تخمر في وقت قاسر جدا هنا من بعد ما وزعنا لمارغارين في العجينة تانا نطويها بهذا الطريقة شوفوا البنات الطريقة بزاف سهلة ويعني هذا الوصفة توجدوها في وقفة كيما رأيكم تشوفو نعاونو رحي بالفارينة لأنو العجينة تانا بزاف طارية باش ما تلصقش في البلونت تخافاي وجيني سهلة كي نشكلو البريوشن تانا شوفوا البنات العجينة تاي حليتها بشكل مستطيل وبيثوم كرقيق نبدأ نقطع مثلاتات بشكل متساوي نعاود نأكد البنات على هذا الوصفة من أرواع ما يكون صدقوني البنات بزاف بزاف هايلا وكم ملاحظة هنا ممكن بريوشن تعكم تحطوا له شوكولات تختيني شوكولات تقطعها قطعها صغيرة تديروا لك خمفاتيسيا تديروا الموربة يعني على حسب الزوق والرغبة بالنسبة لي كيما رأيكم تشوفو شوكولات قطعتها قطع صغيرة وما نكترش ندير غير شوية ماشي بالزاف هنا نبدأ نشكل بريوشن تعنا على شكل كرواصون أنا ما نقدرش نقول لكم درنا كرواصون لأنه الكرواصون يجي مورق ونحضروه يعني بطريقة شوية مختلفة درنا بريوش بشكل كرواصون شوفوا البنات ما شاء الله روعة نزيدوا وحدها كيف كيف هنا نبدأ ندور بها بطريقة هكذا طريقة بزف بزف سهلة يعني اي مبتدئة تبع مليح لخطوات وتتقيد بالمقادير تتحصل على نفس النتيجة وما تنسوش الفارينة اللي تخدموا بها لازم تكون نوعية جيدة كل ما تكون الفارينة نوعية جيدة تتحصل على نفس النتيجة ولا تتحصل على نتيجة احسن من هذي هنا نكمل نشكل بريوش نتاعنا كامل بنفس الطريقة ونكملوا باقي التفاصيل فيما بعد ان شاء الله وهنا من بعد مشكلت البريوش وكملت كما راكم تشوفو كمية لا بأس بها نغطيها بترشونة ونخلي حتي خمر ويضع في الحجم هنا من بعد مخمر عندنا صفار بيضة مع ملعقة كبيرة الحليب ونصف ملعقة صغيرة نس كافي واذا ما عندكم تقدروا تعوضوها بقاطرات من الخل ندهنو بريوش نتعنا ونزيدو نزينوه بالججلان وتقدروا تزينوه برقائق اللوز ولا رقائق الكوكاو يعني التزين يبقى اختياري كما تحبو وطبعا في هذه اللحظات الفرن تعيس خون سخنتو مسبقا نطيبو في ميتين درجة الصينية نحطها في الوسط والفرن نشعلو من تحت ومن الفوق في نفس الوقت وبالنسبة للأخوات من بعد ما يطيب يتحمر من التحت تزيدو تشعلو من الفوق وتحمروه وهنا من بعد ما طيبتو نحيطو من الفرن مباشرة وهو سخون غطيتو بترشونة ولا بمنديل ونخليه تقريبا مدة خمس دقائق باش ترجع لهذه الحرارة ويبقى محافظ على الرطوب انتعو اذا نقول بريوش اللي حضرتو معاكم اليوم كما راكم تشوفو جا ما شاء الله صدقوني لبنات هذا الوصفة من اربع الوصفات اللي ممكن تجربوها كما راكم تشوفو جا خفيف ارطوب مقطن روعة روعة والاهم بنه لبنه وصفة اقتصادية جدا نجحة مئة بالمئة نتمنى تجربوها لانه فعلا وصفة تستحق التجربة اكيد اذا عجبكم الفيديو ما تنسوليش باللايكات بارتاج وما لزام يتعكم للانصفات واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية وسعلا وسريع واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في امان الله